تمكن وليام لئرئيس التنفيذي لدى صانعة السيارات الكهربائية الصينية نيو من قيادة سيارة من طراز اي تي سافن الكهربائية بالكامل لمدة اربع عشرة ساعة متواصلة لمسافة تجاوزت الف كيلو متر بشحنة واحدة للبطارية في تطور كبير لصناعة سيارات الطاقة الجديدة في الصين و اوضحت تجربة قيادة ليل السيارة التي تم عرضها في بث مباشر عبر منصة ويبو الى حد الماضي نجاح البطارية ذات ساعة 150 كيلو واط في الساعة في تغطية رحلة السفر بطول 1044 كيلو مترا من مقاطعة تشي جانج الى مقاطعة فوجيان بمتوسط سرعة 84 كيلو مترا في الساعة يذكروا ان شركة سي واي في ان هولدينغز الاستثمارية ومقرها ابو ظبي هي اكبر مساهم منفرد في نيو